اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يجور على الشمال مثلا على الشمال بنمسك البداية المجموعة اول مجموعة سقطناها من عند فتحة الاسلاك بنوصل معها المجموعة اللي عشمالها تابعة التقويم مجموعة التقويم اللي عشمالها بنوصلهم على سلك وبنخرجوا لبرة مشترك ونخرجوا لبرة مشترك انا راح اورجيكم انا طبعا كمان حتيتهم الاسلاك كلهم طبعا زي هيك احنا راح نعمل هذا مشترك بنطلعوا من فتحة الاسلاك اللي بتخرج للكهربا هذا هو زي هيك بهذا الشكل وبنوصل عليه بداية المجموعة اللي سقطناها اول واحدة من التشغيل مع بداية التقويم اللي عشمالها احنا بنياه يدور عشمال انا فعلا هذا بنياه يدور عشمال فبنوصله مع بداية التقويم اللي بددور العشمالها هاي مجموعة التشغيل هاي المجموعة التقويم العشمالها بنوصلهم مع بعض على سلك هذا مشترك لبرة نستمرها نفس نشيل التقويم ونخذ التقويم الثاني اللي هو بيصير عيمينها عيمين المجموعة انا اقصد او عيمينك انت ما في مشكله بس انت بدك تبالش تقول عيمين او عشمال من نفس المجموعة اللي انت نزلوها انا اضغط على فتح المجدد اضغط على شمال اضغط على شمال اضغط على شمال اوصلهم مع بعض على سلك. مثلا الاسود هذا. هيك انا حددت اتجاه دوران من الداخل من جهة الاسلاك. من جهة الشمال عفوا. الامضل عندي تقويم وتشغيل. خلوني بس اقص هذا السلك. مثلا احنا حطينا الكهرباء لون اسود. منجيب كمان سلك لون اسود. دوني بس اجاهزهم وارجع. الان انا اه وصلت التقويم. عفوا المشترك. تمام. وصلت المشترك. الان ظل عندي تشغيل وتقويم. الان التشغيل حكينا بنحط عليه سلكين. واحد بروح من السلكين على الكهرباء والثاني بروح للمكثف. الان انا بجيب سلكين. هيسلك اسود. زي السلك يدو يطلع للكهرباء. وهيسلك احمر مثلا. الان انا بوصلهم في بعض هيك. السلكين هذول هيك. بحيث يصيرون نقطة واحدة. الان انا وصلتهم هيك. وبربط عليهم ووصل عليهم ايش. التشغيل. خط التشغيل. زي ما انتم شايفين هيك. الان الاسود. بطلعه من فتحة الكهرباء. حيث انه يصير عندي هيك سلكين. للكهرباء. زي ما انتم شايفين هيك. هيك صار عندي سلكين للكهرباء. والسلك اللي من هون بطلعه من جهة فتحة المكثف. لانه المكثف بدنا نوصل عليه تشغيل وتقويم. هيك وصلنا احنا للمكثف تشغيل. هيك احنا وصلنا للمكثف تشغيل. وهنا للكهرباء صار عندي خط المشترك اللي هو هذا. حكينا عليه تقويم وتشغيل. والخط الثاني اللي هو عليه تشغيل. اذا الكهرباء بتيجي دائما على خط مشترك وخط تشغيل. والمكثف بيجي على خط تشغيل وخط تقويم. الان هذا احمر خط تشغيل زي ما انتم شايفين. الان بنوصل في ظل عنا خط التقويم بنطلعه من جهة المكثف. طبعا ان هذا الفيديو راح نزله في القناة الثانية ان شاء الله. راح نزله في الاولى. فمش هممني اذا بدي اخذ وقت اطول او كذا. فالان هاي التقويم بوصله. بهذا الشكل. وبحطه فوق الاسلاك هون بريمه هيك. وبطلع معاي. من فتحة المكثف. زي ما تشعيفين بهذا الشكل. الان صار عندي هون خارج برة. سلكين احمر للمكثف. وسلكين اسود للكهرباء. هاي هي الطريقة. طبعا انا يعني ممكن اخلي اورجيكم كمان شوي كيف بس اشغله. راح اورجيكم كيف اشغله. لان انا بدي اسلمه هسه كمان شوي هذا. بدي ادهنه على السريع واجمعه واسلمه كمان شوي. فممكن ان اصور لكم يا كيف بشغله. وكيف بكون. الان بلحم الاسلاك وبربط وبدهن ورشنيش وما عندي اي مشاكل. الان انا هي قدرت احدد اتجاه الدوران. لازم احدد اتجاه دوران. يعني زي ما حكينا. اذا بدك تطلع بهذا الشكل. اثنين كهرباء. سلكين كهرباء. سلكين مكثف. لازم تحدد اتجاه الدوران من داخل المحرك. فلازم تتعلمها ولازم تعرفها. وشغلتها بسيطة ما بدها اي مشاكل. صورتها انا اكثر من الفيديو. وهي انا اليوم كمان ذكرتها على السريع. فالموضوع لازم اي اخواني احنا انطور من انفسنا. لازم انطور من انفسنا. ما تظل لك تطلع اربع اسلاك. يعني ما تظل لك تطلع اربع اسلاك. انا بصراحة يعني بصراحة لما نجيني محرك واحد فاز وخارج منه اربع اسلاك. بحكي انه الفني مش قوي. الفني اللي اللي لفه مش قوي. خاصة اذا كان ترمبة ماء. ليش? لانه ترمبات الماء الشركات بتكون محددة الدورة من الداخل. وبميخرج ثلاث اسلاك. انت يا فني ليش طلعت اربع اسلاك? لانك مش فاهم. وهي مصيبة. وكم صلك بالمهنة? صلك بالمهنة عشرين سنة. هاي مصيبة اكبر. طب صلك عشرين سنة تطلع اربع اسلاك. طب ليش ما تطلع ثلاث اسلاك زي الشركة? اضل بحكي فيه انا يا اخواني انه لازم نطور من نفسنا. ولازم يعني نكون نشتغل واهم شيء نشتغل واحنا فاهمين. ما نشتغل كوببست. كوببست هاي مش قلنا يا اخواني. احنا مهنتنا في مهنة الذكاء. مهنة الذكاء. يعني الانسان الغير ذكي لا يصلح لمهنتنا. او لاي مهنة كهرباء. الكهرباء بتحتاج ذكاء وذكاء كبير يا اخواني. فلازم لازم لازم اتطور من نفسك. ما تقعد عشرين سنة تشتغل على نفس الشيء. انا ما بحكي انه شغلك غلط غلط. لكن اه شغلك ناقص. شغلك مش مية في المية. مش كامل. ليش انا ما اشتغل زي الشركة واحسن من الشركة. انا اللي بدعوكم الوا دايما انه نكون شغلنا احسن من الشركة وبجوز لا حظوا علينا حكيت هذا الكلام بالفيديوهات انه احنا شغلنا احسن من الشركة. انت اقتنع بهاي المقوله انه انه انت شغلك احسن من الشركة. صدقني غير تبدع. صدقني غير يكون شغلك احسن من من الشركة فعلا هاي هي اخواني فخلوني ألحمه وأربطه وأدهنه وأشوف بحاول اني أصور لكم اني كيف بشغله بهاي الطريقة برجع لكم خليكم معنا طبعا الآن أنا جمعت المحرك كل شي تمام الحمدلله هاي الأسلاك الحمر اللي حكينا عنهم للمكثف مباشرة هاي سلكين للمكثف واصلين على المكثف وهي سلكين السود اللي حكينا عنهم بالكهرباء إذن هيك سلكين مكثف وسلكين كهرباء خارج من المحرك والآن بنشغل وبنشوف كيف طبعا اتجاه الدوران من هون بديدور على اليمين هيك على أساس انه من هون هاي الجهة يخرج من هون هاي الجهة الزيت الزيت بس أنا بدي أورجيكم كيف الزيت انتبهوا الزيت بطلع من هون هذا دليل انه الدوران اتجاه الدوران صحيح لاحظوا الآن هذا هو والأمبير والحمدلله كل شي تمام لاحظوا اخلاعوا انتوا كيف قوي مباشرة والأمبير طبعا هي دوب مش ساحب اشي ما بده اشغله فترة طويلة لانه ما بصير نشغله احنا بدون زيته بدون او زي الترمبات العادية ما بصير نشغلها فترة طويلة بدون ماء وهاي نفس الشي مهي ترمبا الحمدلله هي كل شي تمام ان شاء الله انكم تستفيدوا من هاي المعلومات وتتعلموا الطريقة الطريقة سهلة جدا ما بدها شيء بس الاساس في طريقة انه انت تتعلم كيف تخرج او كيف توصل كومن ومشترك خط المشترك من الداخل موضوع سهل وما في اي مشاكل ولا اي غلبة وانت بتشتغل شغل نفس شغل الشركة الان هي سلكين كهرباء وسلكين مكثف نفس مكان بالاصل من الشركة يعني اذا ما بتقدر تشتغل احسن من الشركة اقلل ما فيها اشتغل زي شغل الشركة ما تطلع اسلاك واربع اسلاك وخمس اسلاك ساعتها هنا بكون افضل وهايه ان شاء الله انكم تستفيدوا من المعلومات ولا تنسوا ووصيكم دايما صلواتكم الخمسة والاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والاكثار من الاستغفار والاكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة